السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ثلاث فتيات دخلنا المسجد بملابس السباحة لن تصدق ماذا حصل لهم لكن في البداية إخواني كرام أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد بارك الله فيكم وشكرا لكم إخواني كرام تعيش أكثرية المجتمع الأمريكي حياة كافة التعاليم والعقائد الدينية حيث أن الفزنة الصغيرة بعمر الرابعة عشر لا بد أن يكون لها صديق وأن تخرج وتصهر وتشرب الكحول وإلا اعتبرها الناس غريبة الأطوال حكايتنا لليوم هي قصة حقيقية حدثت بالفعل بإحدى الولايات الأمريكية حيث كان هناك ثلاث فتيات طائشات متوجهين إلى الشاطئ ولكن أثناء سيرهن بالسيارة شاهدن بناء غريب الشكل لم يشاهدن مثله من قبل أثار هذا البناء فضولهن وأخذنا يسألنا المحيطين بالمكان عن ما هي هذا البناء فكان جواب الناس أن هذا البناء هو مسجد وهو مكان الصلاة عند المسلمين لم يكن هذا الجواب بكاف ليشبع فضول الفتيات الثلاث بل زاد هذا الجواب الفضول وقررنا الدخول إلى المسجد لتشاهدن كيف يصلي المسلمون نوبة من الصراخ انتابت المسلمين بالمسجد حال مشاهدة الفتيات الثلاث بملابس السباحة داخل المسجد واستنكن الجميع هذا الأمر فحاولوا إخراج الفتيات من المسجد دون جدوى ما أثار غضب الإمام وحاول إخراج الفتيات بشتى الطرق ولكن إصرارهن على المكوث في المسجد جعل الإمام يترك المسجد ولا يقيم الصلاة وهنا خرج من بين المصلين رجل حكيم حاول التحدث مع الفتيات لمعرفة سبب عدم خروجهن فأخبرناه عن رعبتهن برؤية المسلمين وهم يصلون وحين وجد الرجل أن الفتيات لن يخرجن قرر أن يقيمه والصلاة وبالفعل أقام الصلاة لكن فضول الفتيات لم يهدأ من زاد حيث أخذنا يسأل الرجل عدة أسئلة حول الإسلام والعقيدة والرجل يجيب وهنا قررت الفتيات الدخول في الإسلام وقمنا بعد ذلك بإنشاء منظمة ومركز إسلامي كبير وأسلم من خلال تلك المنظمة وتلك الفتيات الكثير من الأشخاص هذا والله أعلم وصل الله وإسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين اللهم مرحمة وغفر لكل من نشر هذا المقطع إذا أتمتموا الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل صلك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله ترجمة نانسي قنقر